محطة سياسية مهمة نعيش على وقحة تبدأ حمل انتخابية تنطلق يوم الجمعة غدو احنا سجل اليوم خميس انتلقت تقريبا عندها يومين في بالنسبة للخارج هي محطة 17 ديسمبر يعني كيف ستتعامل جبهة الخلاص الوطني مع هذه المحطة السياسية وهي التي أعلنت مقاطعتها للانتخابات يعني كيف ستقاوم هذه المحطة السياسية كمحطة من محطات مقاومتها لهذا الانقلاب؟ لا احنا لا نعتبرها محطة سياسية نعتبرها محطة انقلابية يعني هي مرحلة من مراحل الانقلاب كما قلت لك يعني مناشي شو نكونو روياليس بل روياليس كلو روا الشعب التونسي غير مهتم بهذه الانتخابات لا ترشحا ولا حملة 1500 مترشح أو أكثر؟ لا لا 1058 مترشح هما كانوا 1400 وتم تصفية 302 من ترشحات يعني نسبة معقولة لبرلمان فيه شوف ألف ترشح هي كانت عدد المترشحين في دائرة في دائرة تريانا في 2019 تقريبا في 800-900 مترشح يعني في دائرة واحدة اليوم عنا في الخارج انطلقت مهسلة انتخابية سبعة يعني دوائر المفيهاشي منافسة يعني مرشح واحد يعني باركولو من غير انتخابات ودوائر أخرى بدون مرشح وأهم دائرة في الخارج هي دائرة فرنسا الشمالية يعني وينفهمت تقريبا 800 ألف تونسي يعني أكبر مدينة بينها ظفرين أكبر تجمع للتونسيين بعد تونس العاصمة هو فرنسا الشمالية ما فيها حتى مترشح يعني ليست انتخابات هي انتخابات فكرة شنية الانتخابات؟ هي التنفس التنافس الانتخابي والحملة الانتخابية شنية؟ هي التنفس يعني انتخابات فما دوائر فيهم ورشح واحد سيفوس حتى كان مبشي الصوت الروح حتى كان هو صبح راقد ومبشياش مش يطلع ودوائر أخرى مفيهاش مبشي أصلا يعني مفيهاش انتخابات أصلا يعني أي حملة انتخابية وأي انتخابات الشعب التونسي غير مكترف بهذه الانتخابات فلن نكترث بما لا يكترث به الشعب التونسي ولن نعير اهتمام لما لا يهم الشعب التونسي وبالتالي نعتبر أنها كمحطة الاستفداة كغيرها من المحطات هي محطة فاشلة ستزيد تعميق أزمة الانقلاب ولكن الأخطر أنها ستزيد تعميق أزمة البلاد لن تكون خطوة في اتجاه الحل أو في اتجاه الانفراج للأزمة بقدر أنها مش تكون خطوة لتعميق الأزمة السياسية الداخلية لتعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وبالتالي لا نعتقد أنها مهمة ويجب الانتباه إليها أكثر من اللازم ولكن الخطوة رهن عليها الرئيس ماكرون الذي قال أنها خطوة في تكريس المسار الديمقراطي واستكمال بناء المؤسسات الدستورية ماكرون يجهل الوضع التونسي تصريحاته أنا لما استمعت إلى تصريحه اكتشفت شيء مريع مروع هو أنه غير مطلع تماما على الوضع التونسي إما أنه غير مهتم أصلا بهذا الملف أو أن التقارير التي توصله هي تقارير مغلوطة تماما على الوضع التونسي لما يقول أنه نتطلع إلى انتخابات ستشارك فيها الأحزاب مختلفة في العائلات السياسية والأحزاب السياسية يخي ما يعرفش اللي 95% من الأحزاب السياسية أعلنت دجارة أعلنت مقطعتها للانتخابات وعدم مشاركتها وأنه باب الترشحات أغلق وأنه الأحزاب هذه ما ترشحتش وأنه كل من ترشح أغلب من ترشحه هم عتات الفسدين وعتات المال السياسي دار في هذه القاعدة دور في هذه الانتخابات كما لم يدر مقابلها في أي عملية انتخابية سابقة ماكرون لا يعرف الوضع التونسي وغير مطلع على الوضع التونسي غير مهتم لا بالانتخابات ولا بقي سعيد أعتقد أن ماكرون له تصور واحد أو فكرة واحدة ربما في علاقة بحكومة بودن يعني يريد دعم بودن لا أعتقد أنه عنده ثقة كبيرة في قي سعيد أو يستطيع أن يتعامل مع قي سعيد ولكن ربما وجد في بودن بديلا يمكن أن يبرم معها صفقات واتفاقات تؤمن المصالح الفرنسية في تونس وتكون هي الرافعة للمصالح الفرنسية في تونس ولكن عندما يقول بأنه يتطلع إلى انتخابات تشاركية وفيها منافسة انتخابية حقيقية هذا يعني أنه ما يعرفش الوضع التونسي ثم يعني الأهم من هذا انتخابات ماذا؟ سننتخب ماذا؟ مجلس تشريعي مجلس تشريعي بدون صلاحيات قي سعيد عنده تصور عنده تصور سياسي هو أنه لا يوجد في البلاد كما قلت أنت في البداية إلا رب واحد في السياسة وهو قي سعيد لا غيره لا قبله ولا بعده بالنسبة لي التاريخ يبدأ معاه يعني أنت شوف توطيئة الدستور اللي اكتبوه كيف يعني طمص تقريباً تاريخ تونس الكله وقفز من دستور قرطاج إلى دستور قي سعيد وكانوا ثلاثلاث عام طمصها ومحاها تماماً اللي أنا ممحوة في ذهنه غير موجودة في ذهنه خطه الأساسية هي تهميش السلطة التشريعية وضرب السلطة التشريعية بالإضافة إلى السلطة القضائية وهذا نعرفه يعني سلطة قضائية مشتتة مهمشة بدون مجلس قضائي شامل مجالس متفرقة نفس الشي بالنسبة للمجلس التشريعي انتخابات على الأفراد يعني مش يكون عنا 160 نايد 160 تصور كل واحد مش نقولوا احنا شاجل خلاء واحده مبيناتهم مهمش ينتميوا الأحزاب مش يكون فهمها كتل برلمانية تساعد عملية التصويت وتساعد عملية في عملية مناقشة القوانين بشكل يعني رزين ومنظم أغلب المترشحين لأنه جريمة أنك تلغي التمويل العمومي للحملة الانتخابية طيب شمعناها تلغي التمويل العمومي للحملة الانتخابية يعني لا تسمح إلا للأثرياء بأنهم يتقدموا للانتخابات وفي مناطق عديدة الأثرياء هم فاسدون يعني في كثير من الفاسدين والفاسد يريد أن يتحصن بالمؤسسات التشريعية ومؤسسات الدولة حتى يحمي نفسه من فساده يمتسرب كبير للفاسدين في الترشحات المنظومة القديمة عادت بقوة في هذه الترشحات ثم على المستوى العمل التشريعي يعني قام بها شيء غريب سيد جاء قسم العملية التشريعية في الوقت في زمن تشريعي للمجلس وزمن تشريعي للرئيس أثناء الدورة البرلمانية المجلس هو الذي يشرع بالقوانين وأثناء العطلة البرلمانية الرئيس هو الذي يشرع بالمرسيم هذه عملية مخاتلة تشريعية غير مسبوقة في أي تاريخ لا في تاريخ تونس ولا في تاريخ غيرها من البلدان يعني أنت عندك أربع شهر في العام أنت تشرع المجلس في كونجي وأنت اللي تشرع بالمرسيم أنت ما تحب يعني كل القوانين اللي تعرف أنها ما تنجمش تعدها في البرلمان تستنى جي العطلة البرلمانية وعندك الرايد الرسمي يعملوا أمبريمونت في الأمبريمونت بيرسونال متاعه إيه ملس ويخرج في الرايد الرسمي وخرجنا المراسيم يعني عملية ثم أي مجلس تشريعي وقت في شب دا يخدم المجلس تشريعي اللي حبوا ينتخبوها ذا لن يستطيع العمل بدون انتخاب المجلس الثاني لأن هذه الوضعيات دستورية المركبة اللي غايتها أيضا التشتيت في عوض مجلس واحد مجلسين في عوض مجلسين منتخبين على الأفراد كل فرد وحده تشتيت الناس هي قلب الشعبوية رفض المؤسسات البينامية يعني لكور انترميديار الوسيطة هو قلب الشعبوية وتصور قيس عيد وهندسة قيس عيد في السلطة التشريعية هو في قلب عملية التشتيت وفصل كل نائب عن الآخر طبعا في هذه الحالة رئيس الجمهورية هو المستفيدة السلطة التنفيذية هي المستفيدة قوانينها هي المستفيدة من هذه العملية بمجلس الثاني لدينا قانون باش نتخبوه لنعرفوا والمجلس لو و الهدين باش نتخبوه مش يخدم من غير المجلس الثاني مثلا قانون المالية قانون المالية لا يمكن مسادق عليه إلا بتصويت في المجلس الجهات ومجلس النواب مجلس الجهات والأقالين بأغلبية الثلثين ولكن قوانين أساسية لا يمكن أن تمر إلا بمصادقة المجلسين يعني العملية التشريعية ليس تبقى واقفة إلى تنظيم الانتخابات القادمة هنا ينبث بشرة للشعب التونسي الشعب التونسي كان متقلق من 217 نايم في مجلس النواب قال شهاري وامتيازات وإلى خيره لي برشة سرديات غير حقيقية وغير واقعية رددها الإعلام وبدون معرفة وبدون دراية حقيقية النواب كانوا يأخذوا أجور مش مرتفعة 217 نايم كانوا متقلقين منهم الشعب اللي عامة 350 نايم تقريبا أكثر أكثر بكثير المنطق يقول أكثر بكثير عندهم 161 هم جايين الانتخابات هذه ثم عندك انتخابات جهوية وأقليمية أنت إذا كان في انتخابات وطنية قسمت الدوائر على مستوى المعتمديات أو لميت زوز معتمديات في دائرة تقريبا معدل 160 على 320 معتمدية يعني تقريبا كل زوز معتمديات يشكلوا دائرة مع بعضهم إذا مش تمشي الانتخابات جهوية محلية انتخابات إقليمية يعني التمثيل يزمو يهبط أكثر من الانتخابات الوطنية يعني تقسيم الدوائر مش يكون أصغر إذا كان مش يقسم الدوائر بشكل أصغر يعني مش نمشيوا إلى على الأقل ضعف على الأقل في كل معتمدية يعني ضعف الـ 160 يعني 320 نايب أخرين بخلاف الـ 160 يعني مش نلقاهوا رواحنا بمجلسين فيهم 500 نايب 500 نايب لا يربط بينهم حتى شي لهم ينتميوا إلى أحزاب كل نايب شاك بالخلاف وحده وكل نايب جاي من منطقة عنده مسالح وحده وتاوا نشوفوا النقاشات والعلاقات والمشاهد اللي عمرنا ما شفناها في البرلمانات السابقة لأنه اللي صار فيها موضوعيا عادي حصل في كل البرلمانات يعني الصراعات لكن تاوا نشوفوا 500 ولا 600 نايب بنفس الشهاري والامتيازات اللي كانوا توانسا يعني هن مش حابينهم على 217 وشيقار واحدهم ب500 ولا 600 نايب وكل واحد